السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله يصلي القيام الليل اربع ركعات تقول ام المؤمن عائشة رضي الله عنها يصلي اربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يسلم ثم يأتي باربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يسلم ثم يصلي ثلاثا ويسلم هذا هو الويتر النبوي في 11 ركع الصلاة 11 ركع فكلهما درت اركعتين وسلمات كان سلمات هو جائز كان سيد النبي يفعل هذا خصوصا لما يصلي بالناس التراويح كل هذا جائز في الدين سعى كذلك للا ام محمد في الظهر قد يتشفع الشفع للا سواء صليت الشفع كما ذكرت في اول حلقة صليت الشفع مع العشاء اغلقت الباب او خليت احتل قبل الفجر هو باب الصلاة بالليل لا يقطع باب الصلاة لا يقطع ولا يغلق الويتر النبوي في السنة هو 11 ركع لكن من آنس من نفسه انه يصلي لله هذا كتما قيم الليل هذا ما عنده حد لقال في الله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليل نصفه اوزد عليه ورد القرآن ترتيل كان سيدنا النبي يقوم الليل ويصلي 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 حتى تكاد قدماه تنفطر من شدة الوقوف وكان يقول النبي الكريم خير قيام قيام داود كان يقوم ثلث الليل وينام ثلثه وربنا عز وجل يباهي بالملائكة المؤمنين كان يقول عن صحابة رسول الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هم يستغفرون سبحانه وتعالى فالليل الباب لا يغلق لو خليبنا نعود نصلي مع الوحدة سواء صلة الوتر او خليته الباب مفتوح دوما على الطول لان اللقاء مع الله عز وجل هو لا يغلق متى يغلق الصلاة تغلق الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها قال صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان وإذا غربت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان الوقت الممنوع من الصلاة هو عند شروق الشمس وعند غروبها أما عن قضيث الظهر الظهر فريضة نوافل لأن سيدنا النبي قال لنا في الحديد القدسي عن رب العالمين وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افتردته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه نصلي الظهر فريضة ولكن نزيد النوافل نافلة اللي تابتة في السنة هي أربع ركعات قبل الظهر ثم نصلي الظهر جماعة ثم نصلي ركعتين بعد الظهر هذا هو التابت لكن أيضا تابت في روايات أخرى حديثية أننا نصلي ركعتين قبل الظهر ثم نصلي الفارضة الظهر ثم نصلي أربع ركعت بعد الظهر كيف هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف في السنة السنة النبوية الشريفة فيها هذا الاختلافات لماذا لأن سبن النبي طيلة 23 سنة كان مرة يصلي هنا ومرة يصلي هناك وكان يسافر من بلدة إلى بلدة ويلتقي من قوم إلى قوم ومرة يفعل كذا ومرة يفعل كذا والقوم كانوا يرون أفعاله وتقريراته ويسمعون كلامه ويبلغون دب أهل الحديث المحدثون المحدثون كيجبوا الرواية الحديثية يقول لك هذه الرواية رواها فلان متى؟ يوم كذا؟ أين؟ بلادي كذا؟ قد قد الفترة الزمانية متبعدة والبيئة التي رؤيت فيها أيضا مختلفة وطبعا هذا يؤدي إلى الاختلاف بأن سيد النبي مرة در المسألة هكذا ومرة در المسألة هكذا يدل على أن كل المسألة جائزة كلها جائزة لكن العلماء دي الحديث يفاضلون شكل أولى وش هادي ولا هذي من أجل هذا جاءت المداهب أشغل إحنا بالمداهب؟ إحنا عندنا القرآن والسنة فقط المداهب ما دورها؟ المداهب جاءت لهذا السبب لما كتر القيل والقال بين الناس جاء كل عالم من علماء الأمة واختار الأصح واختار الأيثر واختار الأرجح وضمه في قول واحد وسمي مذهبا فالإمام مالك رحمه الله لم يريد أن يؤسس مذهبا وإنما هو لما يسأله الناس وكان مفتي الديار في المدينة المنورة مدينة رسول الله لما تأتيه الفتاوى يقول لهم هذا هو الصعوب هذا هو الأرجح هذا هو الأتقع هذا هو الأوتق هذا هو أكيب يقول لهم دائما الأحوط فاختار أقوال جمعها تلاميدته فصار يسمى مذهبا مالكيا مبنيا على المصلحة ومبنيا على على التيسير ومبنيا على الوسطية ومبنيا على جمع الشمل كل حتى فتجمع الشمل من اللي غد يلقوا أبو حنيث النعمان في العراق وهناك كانت آراء مختلفة وكان كان الكذب على رسول الله وكان الناس فيهم الفتن كيقولوا أرض العراقي أرض الشقاق والنفاق فالصراعات والخلافات والضمر إلى يومنا هذا فكان أبو حنيث يرى الناس ويفتلهم حسب حسب ظروفهم كان لما يسأله هذا يقول كلام وهذا يقول له كلام فيختار عنده الأوتق ويختار الأيصر فكان أبو حنيث دار مبادئ للترجيح دار أول حاجة المساواة ودار الحرية ودار العدالة الاجتماعية أبو حنيث كان متقدما على عصره كان من اللي يبغي وضع الفقه الحنفي وضع هذه المبادئ العامة في مسألة الاجتهاد قال لابد من مقاصد الشريعة تحقيق العدالة الاجتماعية من مقاصد الشريعة تقرير الحرية الفرضية من مقاصد الشريعة المساواة بين الخلق شميعا كأسن المصد ثم يفهم القرآن ويفهم الأحاديث على ضوه أدي المقاصد فتبنى خيارات معينة وجمع الكتاب في الفقه الحنفي يسمى الفقه الأكبر ثم بعدهم جاء الإمام الشافعي ذوز واحد مرحلة في مكة المكرمة وذوز مرحلة في مصر واختلاف البيئة فيه تأثير كبير على الفتاوى ففي مكة كان هناك الجفاف وكان هناك قلة الماء ولما هاجر إلى المصر وجد نهر الميل فأول باب من أبواب الفقه عند الإمام الشافعي فيه في اختلاف كبير لأن لما كان في مكة كان هناك الحار الجو حار والطقس جاف كتعدل فتاوى مرتبطة بالطهار فيها التيسيرات ولكن لما رحل إلى مصر ووجد نهر النيل والماء موجود غير الأحكام لفيها التيسير وأقام التشدد المموجود خسك توضى خسك تغتاسل وجمع هذه الأمور وسمي بالفقه الشافعي وأخذ المحاسم التي عند الإمام أبي حنيفة والمحاسم التي عند الإمام مالك وضمهما ثم بعده جاء الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ووجد هذا الزخم الكبير والاشتهاد الكثير وبدأ الناس يستعملون العقل ويستعملون المقاصد وابتعدوا عن السنة ابتعدوا عن السنة وفي زمان إمام أحمد بن حنبل ظهر المحدثون ظهر الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النيسابوري وعدد العلماء للحديث جمعوا السنة النبوية فجاءت متوفرة صارت الآن متوفرة ومنضبطة فالإمام أحمد بن حنبل كتب كتابه المسند في السنة وبدأ يشتهد على ضوء السنة النبوية الشريفة هو الآن منتشر في العربية السعودية حاليا هو اللي كان سمودم الآن بالتيار السلفي وبدأ يؤكد على السنة لكن مع المد دعو تاني هذه السنة من اللي خاضوها بعض الناس اجتغادا فيه توسعة على الناس بدأت تظهر مدارس أخرى دي المقاصد الشريعة والتوسعة هي الفقه حي هو يضيق وينفتح يتشدد ويتيسر بحل كائن الحي حسب حسب الواقع وحسب المجتمع والفقه لابد أن يكون هكذا بحل الطبيب يقدر يسول وحد المريض يعطيه وحدة روسيتا يقول وحدة وصفة طوائية يعطيه هذا دواء وقية الأخر دواء غيره حسب الحال النفسية دياله والفقه هو الذي فهم كل المداهب الفقهية أن ذاك شم أنفه رائحة الفقه وإذا لم يفقه كل هذه المداهب ومداركها ومدارسها ومدرجاتها لم يشم أنفه رائحة الفقه فلن لا أم محمد استسمع لدى التطويل أريد أن أقول باختصار صلت الظهر صلت أربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر جائز إلى خالفتي صلت أربعة قبل الظهر ثم الفارض على ربعة قبل الظهر جائز كل جائز بإذن الله لأنه تابت كله عن النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم اللهم أمين يا أرحم الراحمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة